بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الحضور في كازابلانكا كل التفاصيل دي بالتأكيد تبعتوها وعشتوا معانا فيها خلال الفترة الأخيرة وبالتأكيد في حلقة النهاردة هنلقى الدوء على آخر التفاصيل المتعلقة بحضور الجمهور بإذن الله في مباراة يوم الإسنين القادم ساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المباراة لها يديرها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميس كل التفاصيل والكواليس معانا النهاردة في حلقة التريند وخلاص لا حديث يعلو سوى عن نهاية إفريقيا في ظل تأجيل كمان مباراة أستر نيكونباني اللي كانت تلاعب غدا تم تأجيلها إن شاء الله لـ 15-6 فبالتالي تركزنا كله على مدار الخمس ستة أيام القادمة على مباراة الوداد المغربي في نهاية دور أبطال إفريقيا لكن نروح لي سؤال حلقة النهاردة ونبدأ الحلقة بسؤال حلقة اليوم حلقة النهاردة والسؤال متعلق به عايز أعرف رأيكم في إسناد الكاف إلى فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي إدارته لنهاء دور أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد رأيكم في هذا الاختيار من وجهة نظركم تابعونا وشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من أراء حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد للوداد المغربي وكمان كاف يعلن الكرة الرسمية لنهاء دور الأبطال وفي التريند العالمي أنشلوتي تصريحات صلاح تحفزنا يمكن محمد صلاح في الفترة الأخيرة تصريحاته كتير بخصوص نهاء دور أبطال أوروبا المباراة إن شاء الله تتلعى بيوم السبت القادم نتمنى التوفيق رب للنجم المصر محمد صلاح في نهاية دورة أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وصلاح عنده تحدي بعد اخسارة هذا اللقب بالتأكيد عام 2018 والإصابة التي تعرض لها في مواجهة ريال مدريد وبالتالي لم يستكمل اللقاء وخسر لفربول اللقب هل يستطيع صلاح هذا التحدي ويقدر يفوز بدورة أبطال أوروبا يوم السبت القادم ده هنشوفه خلال الفترة القادمة والنهاردة أن شلطي بيرد على تصريحات صلاح بيقول بيحفزنا بشكل كبير أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ في فقرة تريند التريند ونشوف أبرز الأخبار والكواليس والمعلومات اللي بالتأكيد مش هتسمعوها إلا من خلالنا هنا عبر شاشة قناة الأهل أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند النهاردة الفقرة الأساسية هيكون الكلام فيها عن مباراة الأهل والوداد المغربي في لقاء النهائي إن شاء الله لدورة أبطال أفريقيا ولتحدد بشكل رسمي معدها يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس وكلنا عارفين أن من حوالي يومين الاتحاد الأفريقي بعد بشكل رسمي للنادي الأهلي ولنادي الوداد وللاتحاد المصر والاتحاد المغربي الأطقم التحكمية اللي هتكون موجودة في هذه المباراة وقيادة بالتأكيد الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز وهيكون كمان حكم مرابع معه هيرنانديزا كارفيلو الحكم الأنجولي وده اللي هيدير مباراة مصر وغينيا إن شاء الله بعدها بأربع أيام في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكودفوار وكمان هيكون على تقنية الفار الحكم الأسيوبي بملكة سينبا ومعه الحكم السوداني محمد عبدالله مساعد فار وحكم مساعد ثاني فار الحكم التونسي هيسم قيراط طيب ده الأطقم التحكمية اللي هتدير المباراة وكلنا بالتأكيد شفنا هذه الأخبار خلال الساعات الأخيرة طيب إيه الجديد بالنسبة لملف نهاء دورة أبطال إفريقي الحمد لله كلكم متابعين معنا الفترة الأخيرة لما تكلمنا على القرار وحيثيات القرار واختيار مراكم محمد الخامس وهل قانوني ولا مش قانوني وكواليس المكتب التنفيذ واجتماعه وتصرحات فوزي لاججع رئيس الاتحاد المغربي اللي اتكلم فيه على أن القرار تم بالتصويت مش بين سحاب السنغال كلكم تابعته كل خلاص بقى دارس وفاهم أوي إيه اللي بيحصل في الملف ده من أول ما اتخذ فيه قرار في الفترة الأخيرة لكن الجديد الناس عايزة تعرف موقف التذاكر أو الموقف الخاص بالحضور الجماهيري كل ما يتم إعلانه في وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة عن تخصيص رقم بالنسبة لجمهور الوداد أو جمهور الأهلي دي كلها توقعات أو اجتهادات ليست بيانات رسمية لأن الرسمي المعلن لغاية اللحظة دي أن في اجتماع النهاردة هيضم تلاتة وفد تلاتة من الوفد الرسمي للاتحاد الإفريقي وهو عبارة عن المسؤول عن المنصق الأمني أو المنصق الأمني في الاتحاد الإفريقي والمسؤول عن ملف المسابقات في الاتحاد الإفريقي والمسؤول عن الملف المالي في الاتحاد الإفريقي ده الوفد الممثل من الاتحاد الإفريقي هيعمل الاجتماع النهاردة مع اللجنة المنظمة لنهاء دور أبطال إفريقيا اللجنة المنظمة هي لجنة منبسقة من الاتحاد المغربي لأن الاتحاد المغربي هي الجهة التي تم إسناد لها تنظيم نهاء دور أبطال إفريقيا طب الاجتماع ده يناقش إيه؟ الاجتماع ده يناقش السعة المكررة لجماهير الوداد والسعة المكررة لجماهير الأهلي والحصة المخصصة للشركة الرعية ولأعضاء المسؤولين في الاتحاد الإفريقي كما جرى العرفة بالتأكيد في المباريات النهائيات خلال الفترة بيبقى فيه نسبة مخصصة للشرق الرعية والاتحاد الافريقي بمسؤوليه وأعضاء المكتب التنفيذي وكل القيادات في الكعف كمان هيتم الاتفاق على ملاعب التدريب وفند الإقامة اللي بيتم تخصيصه قبل المباراة بـ 72 ساعة لأن دي مباراة نهائية فبالتالي بيتم استعبال الفريقتين زي بعض الأهل والوداة طبقا للليحة بيبقوا ضيوف على الاتحاد المغربي المنظم لهذه المباراة مع الاتحاد الافريقي وبالتالي كل ده هيتم التنصيق للنهاردة وهيتم الاتفاق عليه بالإضافة لده كمان هنعرف بشكل رسمي التذاكر هيتم شراءها ازاي هل التذاكر هيتبقى منصفة ولا التذاكر هيتم تخصيص نسبة هنا ونسبة هنا وبالتالي لو أي طرف من الطرفين النسب بتاعته ما خلصتش تعاية طرح التذاكر من كل ده هنعرفه بعد اجتماع النهاردة لكن المعلومات اللي وصلتلي قبل بداية الحلقة ان الحصة المخصصة لجماهير الوداد هيتم طرحها من موقع الجامعة الملكية المغربية ده كلام وصل لنا النهاردة من تفاصيل الاجتماع او الاجتماع اللي بيتم النهاردة في المغرب ان في اتجاه ان الجماهير المتقال خاصة بجماهير الوداد او الجماهير اللي هتشجع الوداد هتاخد النسبة المخصصة لها من خلال الموقع الالكتروني للاتحاد المغربي لقرة القدم عبر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي مش من خلال كذا ايفنت اللي كانت بتطرح التذاكر قبل كده او عبر نقاط محددة للبيع لا هيتم الطرح من خلال الويب سايت الموقع الالكتروني للاتحاد المغربي طيب جماهيري الاهلي الكلام المتداول لسا فيش حاجة رسمي الكلام المتداول انه هيتم طرح التذاكر من خلال نقاط محددة اكشاك لبيع التذاكر خلال الفترة اللي جاي بحيث ان الفرد لداخل يشتري التسكرة من خلال باسبوره المصري يقدر يشتري التسكرة من النقاط دي. وبالتالي يبقى اتعرفت بالزبط الحصة المخصصة للطرف ده وللطرف ده. وهل الطرف ده خلص الحصة المخصصة ليه؟ ولا لا. والطرف ده خلص الحصة المخصصة ليه؟ ولا لا. كل ده نعرفه خلال الساعات اللي جاية. بس دي أفكار بيتم طرحها في اجتماع النهارده. بخصوص إزاي التذاكر يتم تداولها أو شراءها من كلا إلا الترافين. برضو العدد لسه مش مؤكد. لكن كل ده النهارده هيتم الاتفاق عليه. لنلازم يطلع بيان رسمي من الاتحاد المغربي أو الاتحاد الافريقى عشان يكون يعني كل الداتا وكل المعلومات أمام وسائل الإعلام وكل الجماهير تبع عرفة التسكرة تشتريها ازاي؟ ولو تحجز تسكرة من خلال ويب سايت ممكن تحجزها ازاي؟ وهل هيتم طرح التذاكر دفعة واحدة؟ ولا هيتم طرح التذاكر على دفعات؟ لأنه برضو في وجهة نظر وفي رأي في اجتماع النهارده أنه نطرح التذاكر على ثلاث دفعات. مش دفعة واحدة. الدفعة الأولى يكون فيها عشر تلاف تسكرة لجمهور الأهل وجمهور الوداد وبالتالي بعدها 48 ساعة تداء من الغد يعني يتم طرح دفعة أخرى من التذاكر. التذاكر ما تطرحش مرة واحدة خلال الفترة اللي جاية. ده اللي هيتناقش النهارده في الاجتماع وده وجهات النظر والأراء اللي بتتناقش بخصوصها المسؤولين في الاتحاد الافريقي والمسؤولين في اللجنة المنظمة للاتحاد المغربي وده بالتأكيد يعني من يوم الاربع بكرة هيتكون كل التفاصيل معنا عشان نقدر نعرف من الاربع لغاية الاتنين. يعني قدامنا بالضبط هيبقى حوالي ستة أيام أخوانس. أيام نعرف التذاكر هتطرح ازاي الجمهور اللي مسافر هل هيخد التذاكر في المطار ولا لسه هينزل يشتري التذاكر من النقاط المخصصة هل هيتم طرح التذاكر من خلال ويبسايت من خلال مثلا الجانب المصري. فبالتالي من خلال حجز التذاكر الالكترونيا. يبقى أنت كده حجزة التذكرة يبقى بالتالي ممكن تتاح ليك أنك تاخد تأشيرة. كل التفاصيل دي يعني عرفها خلال الساعات اللي جاية. ممكن يكون الوقت اخر. نهار ده احنا نتكلم التلات والمطش الاتنين الجاي كان المفروض الاجتماعات يتم من فترة. لكن احنا بنتعامل مع الواقع. وبنتعامل مع المعلومات اللي بتجينا اول بول سواء من الطرف المغربي او حتى من طرف الاتحاد المغربي او الجامعة الملكية. الجهة اللجنة المنظمة اللي هتنظم المطش مع الاتحاد الافريقي اللي النهار ده فيه وفد رسمي سافر عشان يبدأ يطلع على كل هذه التفاصيل وكل هذه الامور في الساعات القادمة. طيب ده جزء متعلق بالتذاكر والحضور في الفترة اللي جاية. بالنسبة للاستعدادات. الاهل النهار ده بيستعد في ملعب مختار التيتش وبقرى ان شاء الله هيكون السفر. فريق الوداد المغربي عامل معسقر في الرباط. على مسافة حوالي مية وتمانين كيلو متر من الدار البيضة كازابلانكا. هيكون موجود فيه مجمع محمد السادس. مجمع محمد السادس ده مجمع عامل زي مشروع الهدف هنا في مصر. تابع للجامعة الملكية المغربية. المجمع ده بيكون مخصص فقط للاتحاد او للمنتخب المغربي. لكن الاتحاد المغربي المراضي يمكن مدي فرصة للوداد المغربي. ان هو يتمرن على ملاعب المنتخب. ويعسقر كمان في فندق الاقامة الخاص بالمنتخب المغربي. وبالتالي هيكون موجود فيه الرباط. بيستعد لهذه المباراة وهيسافر ليلة المطش الى كازابلانكا. عشان يعسقر بالتأكيد. ويستعد لمواجهة الاهل. فبالتالي الوداد هيكون معسقر فيه الرباط. في مجمع محمد السادس. وده طبعا حاجة مختلفة تماما عن مركب محمد الخامس اللي هيستضيف المباراة. ده اسم مختلف عن المكان ده. والاهل يكون بيتمرن النهار ده. ومن بقرى ان شاء الله هيستعد في المغرب. وهيبدأ تدريباته بقرى الخميس ان شاء الله. يستعد بقى من بعد بقرى الخميس. والجمعة والسبت والحد. او الجمعة والسبت في الملعب الفرعية. ويوم الحد يتمرن على الملعب الرئيسي ملعب المباراة. وكل ده بالتأكيد تفاصيل انا اعرفها في الاجتماع الفني اللي هيتم تحديده يوم الاحد القادم. عشان نعرف بقى كل فريق يقدر يوصل امتى يستعد ازاي الاجراءات التنظيمية للكاف حددها. وبالمناسبة الكاف بيتحمل تكلفة صفر عدد معين من افراد بعسة الاهلي. زي ما بيحصل في لقاء السوبر الافريقي. هيحصل فيه نهائي دور الابطال الافريقي. هو كان محدد ده 25 فرد بالنسبة السوبر. هل نفس العدد ده هيكون في نهاية دور الابطال او يزيد العدد ل 30 فرد. ده برضو انا اعرفه من خلال اجتماع النهاردة. لان الاجتماع ده هو اللي هيحط كل النقطة على الحروف ونعرف كل التفاصيل المتعلقة بنهاي دور الابطال افريقي. حاجة اخيرة قبل مطلع الفاصل. فترة اخيرة كنت بتكلم على كواليس اجتماعات المكتب التنفيذي والقرارات اللي تم اتخاذها. ويمكن كان فيه حوار بيني وبين الزميل محمد زيد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي. واتكلم معي بفكرة ان احنا كان عندنا السابق ان احنا عرفنا موضوع ان المغرب هتنظم. وانه هما لما نشروا ان السنغال هتنظم. بيقول لي ما كناش نقصد ان السنغال هتنظم. فاحنا بالتالي بنحاول يعني نعمل ضبابية في المشا عشان منسبتش ان المغرب هتنظم. قال لي بالعكس تدي المعلومات اللي عندنا ان السنغال هي الاقرب للتنظيم. وانتو اللي كان عندكم السابق ان المغرب الاولى للتنظيم او الاقرب للتنظيم. فبالتالي عايز يقول لي يعني او حق الرد لي انه ما كانش الهدف من كلامهم هناك في المغرب. انهم يحاولوا يثبتوا او يحاولوا يعملوا تنويم مغناطيسي على الدولة اللي هتنظم. لكن عموما احنا كنا عرفنا من بدري وطرحنا القضية دي مبكرا. وعارضنا القضية على كل السادة المشاهدين. وحصل تحرقات من النادي الاهل ومن اتحاد القرى. والاتحاد الافريقي زي ما انتم شفتوا الفترة الاخيرة. بالتأكيد كان عايز قدر الامكان يشوف انسب حل لهذه القضية. ولكن للأسف كان الوقت بالنسبة له كان صعب. والبيانات المتضربة اللي خرجت من الاتحاد الافريقي. عكس التصرحات الرسمية للمكتب التنفيذي. اثبتت ان القرار الاتاخد كان فيه حاجة غلط. وان البيان المعلم من الكافيون 9 مايو اثبت ان القرار الاتاخد ما كانش بين سحاب السنغال. كان بتصويت. وبالتالي حصل بعض المؤامات داخل الاجتماعات الاخيرة. عشان في النهاية تكون المباراة في مركب محمد الخامس. احنا هنا في النهاية لا نسعى لسوى او سوى قول المعلومة الصحيحة والخبر الصحيح. بالتأكيد الزملاء في المغرب ممكن يكون عندهم معلومات تانية. لكن في النهاية هم كانوا يقصدوا ان احنا مش قصدين نوجه الرأي العام لاتجاه معين. دي كت المعلومات المتوفرة لدينا. وبالتالي كل واحد بيحاول يقرب من المعلومات الاقرب للصحة. وفي النهاية الحمد لله احنا كنا قريبين جدا من مطبخ صناعة القرار في الفترة الاخيرة. على العموم خلاص. هل بنتكلم في الايام الاخيرة والاستعداد لهذه المباراة. وان شاء الله الاهل يكون موفق في مباراة الوداد المغربي. اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع. انا شوف بقى الاهل بيستعد زي لهذه المباراة. خاصة بعد تأجيل مباراة استرن كومباني. وبالتالي ما فيش اي مباراة محلية. والاستعداد كله هيكون لمباراة الوداد يوم الاثنين القادم في نهاية دورة ابطال افرقيا. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ونبدأ مع بعض نشوف السوشيال ميديا. وكتبت ازاي عن الاهل في الساعات الاخيرة. وازاي بيستعد لمواجهة الوداد المغربي يوم الاثنين اللي جاي. نبدأ مع بعض تريند الاهل. واول حاجة معايا تويتا. اللي كتبها النهاردة بيتسو موسيماني. المدير الفني الجنوب افريقي. عن حكم المباراة فيكتور جوميز. يمكن تويتا عمل اتصادة كبير جدا. سواء في وسائل علامة المصرية او حتى المغربية. طيب. تعالوا نشوف مع بعض بيتسو موسيماني. كتب ايه عبر حسابه الرسمي. على تويتا بخصوص اختيار فيكتور جوميز لإدارة نهائي دور الابطال. كتب اعتد على انتقاد دا جوميز. لكنني من اشد المعجبين به. وهو يعلم ذلك. وأضاف اقدر له الاحترام الذي يستحقه. وهو حاليا الافضل في القرى. واتم انتهيته حاليا من مشاهدة مباراة الوداد ضد بيترو اتليتكو. المباراة اللي تلعبت في كازابلانكا لقاء العودة واللي كان بيديرها فيكتور جوميز. وقال رأيت الطريقة الجيدة التي ادار بها المباراة مثلما فعل في مباراة مصر والسنغال. طبعا يوصد مباراة مصر والسنغال اللي كانت فيه نهائي كأس الامم الافريقية. فيكتور جوميز في الفترات الاخيرة كان بيدير قمة المباراة. قدر نهائي كأس الامم بين مصر والسنغال. وهيدير نهائي دورة ابطال افريقيا ما بين الاهل والوداد. وده شيء كان متوقع على فكرة مش مفاجأة. انا على مستوى الشخص قلت ده من اسبوعين. بعد نهاية مباراة الاياب في الدور نصف النهاية قلت فيكتور جوميز هو المرشح الاول لنهائي دورة ابطال افريقيا. وليه فيكتور جوميز كان بعيد السنوات الاخيرة وابتدى يظهر للساحة في اخر سنة او سنتين. شوفوا كده اخر ست سمع سنين من اول 2013 لغاية 2021 او 2020. من اللي كان بيدير دايما نهائيات دورة ابطال افريقيا. بعد نهاية عصر احمد احمد ابتدى يدير نهائي دورة ابطال افريقيا حكام متميزين بالفعل وحكام صفوة رقم واحد. مصطفى غربال مباراة الاهلي والزمالك الحكم البروندي الصاعد بس في كندا بيها اللي ادار مباراة الاهلي وكهايزر تشيفز. وهذه المباراة القادمة مباراة الاهلي والوداد بيديرها فيكتور جوميز. اخر كأس امم ادار النهائي فيكتور جوميز. لكن ارجعوا قبل كده. هتلاقوا بكاري جسامة. ادار سلاس نهائيات. 2013 مباراة الاهلي وارلاندو بايرتز. ادار مباراة الاهلي والوداد 2017. ادار مباراة الترجي والوداد عام 2019. فبالتالي تواجد في احداث كثيرة جدا للفترة الاخيرة. وكل عارف مشاكل بكاري جسامة ومشاكل ايضا بملكة سيمة اللي كان موجود دايما في مباراة الزهاب للأدوار النهائية. اذا الاتحاد الافريقي ابتدى يتجه الى الحكام النغبة المصنفين اللي ما عندهمش اي مشاكل واي ازمات في الفترة السابقة. نتمنى ان فيكتور جوميز يكون بنفس هذه القدرات والمواصفات في النهائي القادم. بتكونش فيه اي مشاكل او اخطاء تحكمية. والنهاردة بتسو موسيماني القدو على ان هو كان عنده قبل كده مشاكل مع فيكتور جوميز. وانتقد فيكتور جوميز في بعض المباريات اللي كان بيدرها في دوري جنوب افريقيا عندما كان يتولى او تولى بتسو موسيماني وقتها فريق سندانس. هو بيتكلم عن الهيستوري موسيماني بيتكلم عن التاريخ وعلقته بفيكتور جوميز. كان دايما دائم الانتقاد ليه. لكن بيتكلم انه حالين اصبح من الحكام المميزين. وده انا عايز اوصل رسالة. ولكن للاعلام المغربي انه هناك كانت ازمة ما بينه ما بين فيكتور جوميز. وانه كان دائم الانتقاد ليه في فترة من الفترات. طيب نروح ليه. الخبر التاني اللي معايا وده من حساب دوري ابطال افريقيا حساب الاتحاد الافريقي. وهي الصفحة المخصصة لمسابقات دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية. من خلال الحساب الرسمي على تويتر ايضا. نشروا مقارنة ما بين محمد عبد المنعم واشرف فداري. اداء قوي من المدافعين في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. من يكون الاكثر تأثيرا لصالح فريقه في النهائي المرتقب. طبعا اشرف داري موجود. لكن عبد المنعم مش مؤكد لسه ان كان يتلحقه بالمباراة النهائية. عموما عبد المنعم لعب 8 مطشط. اشرف داري لعب 10 مباريات. عبد المنعم لعب 664 دقيقة. اشرف داري لعب 900 دقيقة. التاكلنج في استخلاص القورة يعني او التاكلنج الاول عبد المنعم عمل 6 قرات. واشرف داري 9 قرات. في استخلاص القورة عبد المنعم استخلاص القورة 18 مرة اشرف داري 43 مرة. في البروك عبد المنعم كان حائط صد 8 مرات اشرف داري 10 مرات. وفي تدخلات على القورة عبد المنعم كان 9 مرات واشرف داري 16 مرات. طبعا واضح جدا ان الارقام كلها في صالح اشرف فداري. ولو جبنا نفس الارقام لنفس الصفحة في الاتحاد الرفيقه بيعمل مقارنة بين أحمد رضا التكناوتي حارس فريل وداد مع محمد الشناوعة لها برضو أرقام التكناوتي أعلى لكن في النهاية كلها أرقام الملعب وضع تاني مختلف والخبرات بالتأكيد هتفري كتير جدا مع اللعيبة اللي موجودة في هذه المباراة كل ما نتمنى عبد الملأم يكون موجود سولية ديانج فتحي ياسر كل اللعيبة اللي كانت مصابة تلحق إن شاء الله مباراة نهاية إفريقيا يوم الاثنين اللي جاي نرى الحساب دوري أبطال إفريقيا أيضا نفس الحساب على الموقع الرسمي أو من خلال أكاونت الرسمي على تويتر أعلنوا عن القرى الجديدة اللي هتتلاعب بيها نهائي دوري أبطال إفريقيا ومكتوب عليها نهائي مرتقب ننتظركم في كازابلانكا دمكم صورة من خلال الشركة الرعية المسؤولة عن القرات والتيشيرتات الخاصة بالاتحاد الإفريقي ودي القرى اللي هتتلاعب بيها نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتأكيد نهائي مرتقب وننتظركم في كازابلانكا نتمنى أن يكون الجميع في الحدث ويكون نهائي فير في تكافؤ فرص ويتطبق فيه المبدأ الأساسي للاتحاد الدولي فيفا مبدأ الفير بلي كفى ما حدث من اختيار ملعب بطريقة بعيدة تماما عن الفير بلي وتكافؤ الفرص لكن نتمنى داخل الملعب يكون فيه فير بلي وتكافؤ الفرص عشان النهائي على الأقل تكون صورته أفضل من الأحداث السابقة ومتتقررش نفس مشاهد 30 مايو 2019 كلنا أنا فاكر التاريخ 30 مايو 2019 أحداث رادس ترجي والوداد نتمنى 30 مايو 2022 ما تكونش نفس الأحداث وتكون مباراة كبيرة والاتحاد الإفريقي بالتأكيد بعد قراراته هيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن الحدث بشكل عام أمام وسائل الإعلام العالمية طيب بطولات بيتكلم على أن الوداد كيف يستعد لمواجهة الأهلي الحساب الرسمي لبطولات على تويتر واخد من موقع البطولة المغربي وموقع البطولة نحن بنعتبره من أهم وأكبر المواقع في المغرب طبعا مع كمان حساب أو صحيفة المنتخب المغربية دايما بتبقى أخبارهم أقرب إلى الواقع وبيكتبوا كل التفاصيل خاصة باستعادات الفرق المغربية موقع البطولة كانتكلم أن الوداد يدخل معسكر تدريبي فيه معسكر محمد السادس أو مجمع محمد السادس هذا اللي قلته في الانترو أن الفريق الوداد هيتمرن وهيعسكر فيه مقر الاتحاد المغربي فند المنتخبات الخاص بالاتحاد المغربي وده مقره فيه الرباط مدينة سالة فيه الرباط بتابعت حوالي 180 كم عن كازابلانكا فبالتالي هيكون فيه استعداد خاص هناك الاتحاد المغربي موفر كل الإمكانيات من خلال مجمع محمد السادس لفريق الوداد فندق إقامة ملاعب تدريب الجيمانيزيوم ساونا كل التفاصيل المطلقة بالاستعدادات كلها الاتحاد المغربي موفرها لفريق الوداد قبل مباراته مع الأهلي في نهاية دورة أبطال إفريقيا طيب آخر حاجة معايا الصفحة الرسمية للوطن الرياضي بتغرد فيه اتجاه آخر تماما بعيد عن نهاية دورة أبطال إفريقيا بيتكلموا على أن محمد الشناوي بيحسم عرض النصر السعودي من خلال وعد بزيادة الراتب والمكافئات الفكرة أن مصدر مقرب من محمد الشناوي بتصريحات للوطن وده على عهد الزملاء في الوطن السبورت بيقولوا أن حارس منطق مصر والأهل محمد الشناوي يرفض الحديث في ملف رحيله عن صفوف الأهل نهائيا ويركز حاليا مع الفريق اللي بيستعد لخوض نهائي دورة أبطال إفريقيا الشناوي تلقى عدد من العروض كان أحدها من النصر السعودي وده عرض بنتكلم فيه بأن أكتر من سنة لكن ما فيش حاجة رسمي إلا أن مسؤول الأهل عقدوا جلسة مع الحارس وقرر حارس المرمى الشناوي غلق الملف نهائيا بعدما حصل على وعد بزيادة الراتب والمكافئات لا جديدة يسقر ولا قديمة يععد الشناوي مكمل في الأهل وكل ما يكتب بخصوص هذه العروض مجرد اجتهادات لأن لا فيه عروض رسمية ولا فيه مناقشات ولا ده توقيت أصلاً أن عرض زي ده الناس تنقشوا أو تتكلم فيه أو الشناوي يفكر فيه لا فيه انتقالات ولا بعد نهاية إفريقيا ممكن الشناوي ينتقل لأي مكان لأن الموسم لسه ينتهي يوم 308 دي أبرز الأخبار والداتا اللي موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف مع بعض باقي فقرات برنامج التريند سيعلوا عن هذه المباراة في تفاصيل كتير بقى بخلاف الأمور التنظمية والأمور اللجستية والتزاكر والطيران وكل الكلام اللي بنتكلم معاكم فيه في الفترات الأخيرة والنهاردة تتكلمنا على الاجتماع المزمع انعقاده في المغرب ما بين وفد الاتحاد الإفريقي مع اللجنة المنظمة المنبثقة من الاتحاد المغربي بخصوص بقى العدد المخاصص لتزاكر الجماهير كمان الإجراءات الأمنية لاستقبال بعثة الأهلي الجمهور هيكون موجود فيه في مركب محمد الخامس طيب النهاردة كمان فيه استعداد ده فني اللي بيستعد فنيا بقى لمباراة نهاية إفريقيا بعد الراحة السلبية لمنحها بيتسو مسماني للعبين وفي هذه اللحظات فيه محاضرة فنية بيعقدها بيتسو مسماني مع اللعبين داخل قاعة المحاضرات في ملعب التتش بجزيرة وبكرة السفر فيه تفاصيل كتير بقى بخصوص كواليس الأهلي لذلك أروح مباشرة مع زميلي العزيز محمد داتا وفيه عشان نعرف منه كل الجديد والأخبار عبر الهاتف مسائل خير يا محمد مسائل خير الزميلي عزيز محمد سعيد تحياتي جيد وكل مشاهد المتابعة في كل مسائل طيب يعني حطنا في الصورة معك بقى أكننا موجودين عندك في ملعب التتش بجزيرة أخبار الفريق الاستعدادات أخبار المصابين النهاردة بيتسو عامل محاضرة المحاضرة مطولة شوية بكرة السفر إمتى كل الأخبار اللي عندك بخصوص استعداد الأهلي لنهاي دورة أبطال أفريقيا بإذن الله طبعا حمد زي ما ذكرت في مقدمة وصوته أعلى وصوته صوت النهاي دورة أبطال أفريقيا الأهلي والوداد إن شاء الله مساء الـ 32 مايو طبعا استعدادات بدأت اليوم عقب مباراة M.B.W. فروز المجل الأهلي في الدفاق الأخيرة وأدام مرامر أطنية كان فيه أجازة يملل فريق الحد والإثنين أول يوم عودة لك تدريبات النهاردة يمكن في تدريب النهاردة يتجي بعد صليل يبدأ بقى الشغل الفني طبعا السطرة كان فيه فصل كان ما بين المباراة الدوري ومباراة نهاية دورة أبطال أفريقيا علشان طبعا يبقى الملف المحلي الفريق قدى فيه بشكل كويس ونبدأ بقى نفتح الصفحة الأفريقية فالنهاردة كان بداية الأعداد أول كلام فهي النهاردة هيبقى فيه نهاية دورة أبطال أفريقيا طبعا في المحاضرة الفنية وانبقى عليها بقى التدريب الأول هنا على ملعب مختار فيتش بالجزيرة بإذن الله طبعا هيتكلمت عن وداد التحضرات والأعدادات طبعا هو وجهاز المعاون ليه أكيد محضرين فيديوهات والساكسك اللي بلعب به الوداد وكل حاجة تخص الوداد هتكون موجودة أمام اللاعبين سواء في المحاضرات النظرية أو كمان في التدريبات والشغل الفني داخل المرعب الحمد انتبقى اتكلمت عن الترتيبات والسفر إن شاء الله يعني باست الأهل بإذن الله يعني تسافر ومعاها إن شاء الله توفق ربنا ثم دعوات كل جامعية لنادي الأهلي إن شاء الله عصر غدا الأربعاء هتسافر للمغرب لتعدادة للملاقات الورياد إن شاء الله مساء الإثمين القادم يمكن كابتل سارة عبد الحفيز وكابتل سامير عدي المدير الإداري فريق نادي الأهلي طبعا صبق الجاسة النهاردة لإنهاء التحضرات الإدارية ومعماكن الإقامة وكل حاجة فعز أولك محمد من خصم الصالح إن احنا كنا شهر تقريبا كنا في المغرب فريق نادي الأهلي فالفريق يتعود على الأجواء هناك بضل البيضاء سواء الملعب أو حتى كمان أعتقد ملعب التدريب وكمان فندق الإقامة أعتقد أن الفريق يكون موجود طيب توفيق معاك معاك وأكيد الأهلي خلال يمكن أنه النهاردة في اجتماعه في المغرب عشان أكيد الاتحاد الإفريقي بيستضيفي الأهلي قبل المباراة 72 ساعة فده هيتم الاتفاق عليه النهاردة وإذا الأهلي رغب أنه يكون موجود في فندق الإقامة اللي هيحدده الاتحاد المغربي مع اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقي الأهلي بالتأكيد هيكون موجود في الفندق الأهلي حاب يكمل في نفس إجراءات والتي هيبدأها من بقرة في المغرب وللنهاردة كابتن سيد وكابتن سامير عبد بينهو كل الإجراءات فبالتالي هيستمر يعني في حرية اختيار عشان في النهاية أنت بتختار أفضل الظروف الممكنة للاستعداد للنهاية سواء في الإقامة في ملاعب التدريب لأننا نتحدث في خمس أيام نتحدث في الأربع والخميس والجمعة والسبت والحد قبل المباراة يوم الاتنين بإذن الله بإذن الله محمد يعني زي ما قلت لك في آخر زيارة الفريق النادي الأهلي في المغرب كانت تعريبا من شهر زي ما قلت لك في ملاقات فريق الرجاء في نفس المدينة وعلى نفس الملعب فالفندق اللي النادي الأهلي كان مقيم فيه كان هو دل الفندق النادي الأهلي اعتاد الإقامة فيه في كل زياراته الأخيرة للمغرب لأنه قريب جدا من ملعب المباراة مركب محمد الخامس وقريب كمان من ملعب التدريب اللي النادي الأهلي ممكن ملعب اللي اتمرن عليه في آخر سفرية ده كان قريب جدا من فندق الإقامة ورنال إعجاب الجهاز الفني بالكامل واللاعبين فأعتقد ده برضو هيكون اختيار النادي الأهلي بإذن الله بالتعاون طبعا مع اللجنة المنظمة للنهاء الأفريقية وده طبعا اللي اعتدنا فيه من النادي الأهلي إن كابتن سامير عادلي وكابتن سامحافيز مدير القرى بالنادي طبعا سبقوا البعثة لإنهاية كافة الإجراءات عشان يوفروا كل السبل الراحة للفريق عشان الفريق ما بقاش قدامه غير التفكير الفني وتحقيق كل أمال وطموحاته الجماهير النادي الأهلي وتحقيق إن شاء الله اللقب الثلاثة على التوالع محمد والحضاشة في تاريخ النادي الأهلي بإذن الله رب العمين برغم كافة الصعبات ولكن إن شاء الله يكون رجال النادي الأهلي على قدر المسئولية وإن شاء الله يكونوا عنده حص نظن جمهرهم بإذن الله طيب سؤال آخر يا محمد ولو عندك إضافة كمان عايز صديف لو ما عندك معلومات تانية طمني على السلية وقال يوديانج حمد فاتحي ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم يلحقوا النهائي ولا لأ وهل ممكن الجهاز يصطحب المجموعة دي حتى لو في حد ممكن ما يلحقش عشان يطمئن عليه لسه قدامنا خمسة أيام ولا لأ يعني حطنا في الصورة في الجزية دي ولو عندك معلومات إضافية وعندك أخبار جديدة برضو إحنا معاك يعني عاوز أطمنك محمد وطمن كل جمهر النادي الأهلي الحمد لله إن شاء الله السلية ديانج حمد فاتحي السلية الارتكاز هيكون موجود في تدريب اليوم وإن شاء الله بداية من اليوم هم تحت أمر الجهاز الفني بإذن الله وجهزين لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي كمان عاوز أطمنك ياسر إبراهيم إن شاء الله يكون موجود طبعا أمان أشرف يمكن كان غايب للإقافة في مباراة الدول لكن هيكون موجود هو كمان كل اللاعبين الحمد لله في حالة جيدة يمكن كمان قبل التمرين شفنا أكرم توفيق بواصل برنامجه التأهيلي كمان محمد عبد المنعم كان من رفقة ديكتور رحمة أبو عبد الرئيسي الجهاز الطبيب بالنادي الأهلي محمد دعمنام هو اللي فيه صعوبة شوية بالحقب والمباراة محمد ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة هيكون برضو بيستعد مع الفريق ويسفروا من عدمه ده هيرجع طبعا لرغبة المدير الفني للفريق بالتنصيق مع دكتور أحمد أبو عابلة سواء كان يسافر أو لا لكن عاوز أطمنك لكل لعبة النادي الأهلي في الحالة البدنية والفنية والمعنوية اللي تأهلنا إن شاء الله إن احنا نحافظ على اللقب المفضل الجماهيري النادي الأهلي والفريق النادي الأهلي كل لعبة مركزة ما فيه الصوت يعلم زي ما قلت لك فوق صوت نهاية دورة أبطال أفريقيا وإن شاء الله النادي الأهلي يحقق نحو المجد والبطولة الثالثة على التوالي والحضرشة في تاريخه بإذن الله محمد بإذن الله زي منا محمد ده توفيق مفد قناة الأهلي من ملعب التيتش بكزيرة شكرا جزيلا لك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف آخر فاكرة معنا في برنامج التريند أفضار نادي الأهلي مجهود وعطاء بنك سيب دايما معاك دايما أهلي ترجمة نانسي قنقر